اشتركوا في القناة مادة موهرة وزيدان بيه؟ جم من السفر تحت بسرعة بسرعة يلاوي الحمد الله عالسلامة حمد الله عالسلامة زيك يا للونت ومي سلم علي بس انا اختك الكبيرة يا وادي ايه يا حياتي؟ وحش تاني ما شاء الله حسن كبر وبقى ايه؟ بقى له ملامة حسن ده شبعك قوي يا طارق والله انا بقولك كامل اقولي ايه ده بعد الشر؟ ده شبهي انا شبهي انا؟ شبهي انا مهرة انا حسيبك اللي راحتك بقى مع اخواتك وحدي عليك بكرة ان شاء الله طيب ما تستراح شوية من السفر حيبتي انا رايحة طامنة على الشغل ومش اكتر وهعدي عليك بكرة ماشي حبيبي يلا هكلمك قبل باقي ايه؟ 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 زدين؟ مش تقولي انك جاي؟ انا جاي تاري تاريش فيدي وراح فين؟ اهو اراك في الطعم الحلو ده؟ طحفا يا حبيبي مبروك عليك يا حبيبتي ويتاري بقى جبت اللي عروسا هي كمان ولا بنات شوبراء ملهمش في البرانت اه يوم نعم ياريت تخليك في نفسك وبس ليه يا حبيبي مش هي تضرتي؟ يعني لازم اتطمن عليها على ألعشان خاطرك شوفي ما انت لو نوعي تتخنقي ياريت تأجيل الخناء لحد ما شوف بنتي عشان دمي ما يفورشي سلامتك يا حبيبي ده مين ده اللي يفوال لك دمي؟ أنا يعني قلت إن إنت زهقت مانا خلاص بقى ورجعت اليوم من حبيبتك ليه إن شاء الله؟ حدا قالك إن هي يا نازوة خلصت؟ أنا تجاوزت مهرة ومش هسيبها ونصيحة مني ياريت تصبطي الدنيا عشان ما تخسريش وفي لسا خسارة أكتر من كده يا زيدان؟ في خسارة كبيرة أوي لو فضلت على أنت في ده وأنا مش هكيعمل بالطريقة دي يا زيدان يعني إيه؟ يعني إيه؟ ولو قلت لك أنا مش هسيبها يبقى تطلقني والبنت؟ خدها واشبع بها أنا مش عايزها ده آخر كلام عندك عشان ما ترجعيش طياطي لا يا زيدان مش آخر كلام عندي هو أنت هتطلقني ولا إيه؟ أنا شخصيا مش عايز بس أنت اللي بتجرجرين لكده يا زيدان فوق بقى شكلك بقى وحش وانت ساعد بنات الناس ورايح تلف ورا الجربيع دول أقسم بالله كلمة زيادة وحتى تطلقي خلاص يا حبيبي خلاص أنت مالك عصر بكده ليه النهاردة بقولك إيه الهديتي بتاعتنا لا 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 إيه بتبقى والهديتي لا تهديتي بتاعت حبيبة قلبي حبيبة قلبك مين؟ سالسو إيه؟ هتغيري من سالسو كمان ولا حاجة؟ مش إديالها طعف يا حبيبي جبطن يا جابر أنا عملت اتصالاتي المحامي قدر يطلع ابن عمد محسن لا أيها زمنوا واخدينوا البلد علشان يتفنوا هناك تسلمي عنوار بيه ما هنسلكش اللي انت عملته معاي وإحنا الصعوي دكتة اللي جاملنا في الوعرة اللي رده قالوا التقطة دي كل اللي عايزوا منك يا جابر إنك تروع حاول تقضي أيامك اللي بقى هنا بالطول والعرض عشان لما تخرج اللي جاي كله حيبقى حلو 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 كيف أنا جالبي شايل الهم أنا عايزك تروع يا جابر شغلانة بتاعتنا دي ما يسدش فيها إلا اللي بقى له راية شغلانة إيه؟ أنا أتاجر السلاح يا جابر أنا أتاجر السلاح يا جابر هو أنت بتهرابي مني ليه؟ مشغولة يعني مشغولة يعني مشغولة؟ ما عندكيش وقت ترد عليها في التليفون كلا معيدة لي قادة هم وطي صوتك هستأذنك يا كارتش معلش رابع ساعة بريك؟ شكرا شكرا هو إيه بقى اللي تكلم عيدة اللي أنت مالك معوجة عليها اليومين دول ليه كده؟ أنا قلتلك اللي عندي يا قادة عايز يومنا ترجعلك زي الأول يبقى تعمل اللي قلتلك عليه؟ يا بنت تتجننتي أنت ليه قفشة في الحوار ده بالزاد زيدان لو عارف حاجة زيه ده حيقوديني يورى الشمس عايز يومنا تخلصني من مهرة أنا عايز سألك سؤال واحد بس هو أنت بتحبيني ولا بتحبيه؟ أنا ما بحبش حدا ياخد حاجة مني زيدان ده بتاعي أنا وكل فلوسه دي بتاعتي أنا عايز الفلوس بيه يلعب ما تسدعش فيه وشه وعايزني أسيبه الوحدة تانية تشاركني فيه؟ طول مصافات موجودة مهرة مش هتطول شلت وبعدين تلعب عيدة عن شغلنا ما تسبيه يلعب زي ما قلتلك الله ها بسمراك سيدنا وقالوا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة